السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، تلاميذ سنة الثانية عيدادي أولاً بسم الله الرحمن الرحيم درسنا لهذا اليوم هو درس في مكون طريق الدرس الساسع على الاكتشافات الجغرافية بدايةً نود التعرف على أهداف الدرس الهدف تعلمي الأول هو دراسة خارطة الاكتشافات الجغرافية هدف تعلمي الثاني هو استخلاص دوافع الاكتشافات الجغرافية من خلال وثائق ودعمات هدف تعلمي الثالث هو استنتاج أهم نتائج الاكتشافات الجغرافية دعونا أولا نتعرف على مفهوم الاكتشافات الجغرافية هو مفهوم يطلق على رحلات التي قام بها الأوروبيون خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر ميلادي والتي أصفرت عن اكتشافهم للطريق البحرية المؤدية إلى جنوب شرق أسيا عبر جنوب إفريقيا واكتشافهم لمناطق جديدة في العالم بهدف استغلال مواردها المدفونة عادت آثارها بالنفع على أوروبا في العصر الحديث نمر الآن لاستخلاص دوافع الاكتشافات الجغرافية لكن دعونا نرجع قليلا وللق نظرة على أوروبا والعالم قبل القرن الخامس عشر كان كل ما يعرفه الإنسان قبل قيامه برحلات الاكتشافات الجغرافية أن العالم يتكون من ثلاث قارات فقط هي قارة أوروبا وآسيا وإفريقيا لكن الشغف الإنساني بالمعرفة ومحاولة معرفة ما يكمن وراء الحدود والقراس كان هو السبب الرئيسي لقيام رحلات الاستكشافية إلى العالم وأيضا بجانب الشغف ظهرت عوامل أخرى جعلت حاجة الإنسان لاستكشاف أماكن جديدة ضرورية منها البحث عن طرق مختلفة للتجارة أو حاجة بعض الشعوب للهجرة نتيجة لتغيير الأحوال المعيشية كما ساعد التقدم الذي عرفته البشرية يوما بعد يوم على تسهيل قيام رحلات الاستكشافية بين القرات نمر الآن للتعرف على الرحلات البحرية الأوروبية خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر من خلال خريطة الاكتشافات وسنتحدث أولا عن الرحلات الإسبانية حيث انطلق سنة 1492 الرحال ذو الأصول إيطالية كريستوف كولومبوس في رحلته الأولى والشهيرة من أجل العثور على طريق بحر جديد يربط القارة الأوروبية ببلاد الهند ومن خلال ذلك سعى هذا البحار والمستكشف الأوروبي إلى خلق طريق تجاري جديد لجلب التوابل من الهند وإقامة علاقات تجارية بين إسبانيا والممالك الأسيوية ولم يدرك أنه ارتكب خطأ حسابي فقد ظن أن اليابان تبعد عن إسبانيا مسافة لا تتجاوز 3000 ميل ولهذا السبب آمن كريستوف بفكرة أن سفنه قادرة على قطع هذه المسافة خلال فترة وجيزة لكن الأرض أكبر بكثير مما يتوقع وقد كان السبب الرئيسي وراء مغامرة كريستوف والإبحار غربا بحثا عن طريق جديد نحو الهند هو درايته بشكل الأرض القروي لكن الأراضي التي وصل إليها لم تكن الهند إطلاقا بل أراضي جديدة أطلق على سكانها اسم الهنود الحمر ثم عاود الرحلة مرة أخرى سنة 1498 وإلى حدود آخر يوم في حياته آمن كريستوف أن رحلته الشهيرة قد قادته نحو شرق آسيا وربما لهذا السبب لم تحمي القارة الجديدة اسمه ثم جاء أمريكو فيسبوتشي الذي أكد اكتشاف القارة الأمريكية وسميت هذه المرة على اسمه ليتمم بعده ماجلان الطواف حول الأرض فإذا كان كريستوف آمن بقروية الأرض فماجلان أثبتها وذلك بنجاح رحلته حول العالم سنة 1520 ميلادية نمر الآن إلى رحلات البرتغالية لاحظوا معي رحلة فاسكو ديغاما الذي أبحر حول السواحل الإفريقية مرورا برأس الرجاء الصالح متجها نحو الهند سنة 1498 لم تتوقف الرحلات الاستكشافية هنا مع هؤلاء المكتشفون بل استمرت رحلات أخرى غير رحلات الإسبانية والبرتغالية كالرحلات الإنجليزية والفرنسية خصوصا عندما أدركوا منافع اكتشاف أراضي جديدة نمر الآن إلى نتائج الاكتشافات الجغرافية فهناك نتائج عادت بالنفع لأوروبا ونتائج أخرى أصبحت وسمة عار في تاريخ الأوروبيين بسبب سلوكيات الغير أخلاقية التي قاموا بها ضد سكان المستعمرات فنتعرف من خلال نصين تاريخيين عن بعض سلوكيات الأوروبيين تجاه سكان أمريكا الأصليون النص الأول وثيقة 2 صفحة 53 تحت عنوان معاملة الإسبان والبرتغاليين لسكان أمريكا اللاتينية من المؤكد لدينا أن 12 مليون من الرجال والنساء والأطفال لقوا حتفهم في مدة 40 سنة فهناك وسيلتان نجا إليهما أولئك الذين يدعون بالمسيحيين لإبادة هذه الأمم الضعيفة وتتمثل الوسيلة الأولى في الحروب القاسية والدامية الظالمة التي شنت ضدها وأما الوسيلة الثانية فتتجل في الاستغلال والاسترقاق الذين لم تعرفهما حتى الدواب والسبب الذي جعل المسيحيين يدمرون هذه الأعداد الكبيرة من البشر هو تعطشهم أو لا تعطشهم للدهب ورغبتهم في جمع الأموال الوافدة بسرعة من أجل الارتقاء إلى مستويات اجتماعية لا يستحقونها نمر للوثيقة الثالثة نفس الصفحة تحت عنوان سلوك الإسبان في جزيرتين سانخوان وجامايكا اتجه الإسبان إلى جزيرتين سانخوان وجامايكا التي كانت مروجا اخترفوا فيها جميع أنواع الإهانات والمعاصي والشرصة لقد قتلوا وأحرقوا ورموا الناس للكلاب المتوحشة والمفترسة وعدبوا واحتقروا الأحياء داخل المناجم أبادوا وضمروا هؤلاء الأبرياء كان عدد سكان هاتين الجزيرتين يفوق ستمائة ألف أما اليوم فلم يبقى من هذا العدد سوى حوالي مئتي شخص في كل واحدة منهما من غير الحروب الضاربة والطاحنة بين العديد من الدول الأوروبية طمعا في السيطرة على البلاد المستعمرة واستبعاد الشعوب الأخرى وممارسة أساليب الاضطهاد المتعددة سوف نرى نتائج الاكتشافات الجغرافية الإيجابية كتقدم العلم وخاصة علوم الفلك ورياضيات ورسم الخرائط وصناعة السفن والقضاء على الأزمات الاقتصادية التي عانت منها أوروبا في ذلك الوقت وقلب رأس المقاييس الاقتصادية والاجتماعية والدينية وكذلك السياسية وانتعاش الطبقة التجارية البرجوازية وظهور الإنتاج الرأسمالي الضخم وجعل الصناعة هي الأساس في الدول الأوروبية إضافة إلى تجميع ثروات ضخمة في أيدي فئة معينة من الناس حيث أصبحت أوروبا قلب العالم حيث تحولت الطرق التجارية من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلنطي وبالتالي تضفق الحرير والتوابل والسكر والملح والذهب والفضة على أوروبا نتجة عن كل هذا تزايد طروات التجار تزايد دور المؤسسات المالية تمويل مشاريع تجارية والصناعية ارتفاع الأسعار تضرر الفئات الشعبية وسن بعض الحكومات مراصم ضد التحالفات العمالية كخاتمة لدرس الاكتشافات الجغرافية يمكن أن نقول بأن الاكتشافات الجغرافية أدت إلى تحكم أوروبا في الحركات التجارية العالمية وبالتالي تطور اقتصادها وفرض سيطرتها على العالم بواسطة الحركات الاستعمارية إلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر